بسم الله و الحمد لله و صلت السلام عليكم السؤال كل سنة بمستر ال محمى الكتاب الادواق مثلا الامتحان كيان و الإبداع في العربي اغلاب الله اول شيء سيكون يعرف بشكل كتاب معين احسن من كتاب اخر و كل كتاب يكون احسن من كتاب اخر في نقطة معينة سوف أدك مثال كتاب الادواق مثلا الثفتح 22 كتاب الادواق السنادي يقوم بتاسئل على القصة لكن بالنظام القديم كتاب الادواق جائب عن القصة بداخل النظام الحفز وطبعا ده في النظام الجديد مش موجود زي ما احنا شوفنا امتحان السهل اللي فاتت ما كانش فيه اصلا القصة عبارة عن حفظ خاص ده كان سؤال واحد بس وكان عبارة عن فهم هتلاقي بقى كتاب الابداع وكتاب كيان جايبينهم بنظام ايه بنظام الفهم يعني كتاب الاضواء اثر في حيثة القصة لان كتاب الاضواء حلو اوه في حيثة البلاغة في حيثة البلاغة جايب اسئلة حلو اوه على الايجاز والاطناب والكلام ده كله طيب يبقى كل الكتاب يتفوقع كتاب تاني في حاجة معينة كتاب الاضواء مش عارف حلو في ايه كتاب كيان حلو اوه مش عارف في ايه و ايه و ايه كتاب الامتحان متميز في ايه عشان كده مش تلاقي كتاب واحد بيشمل كل الافكار في النظام الجديد لازم بتتعرض نفسك لأكبر كمية وممكنها من الافكار المختلفة عشان كده تعمل يعمل حاجة نصيح تريك لازم تشتري كتاب واحد طيب ايه كتاب واحد ممكن اكتر من كده عادي لكن ام حاجة معك كتاب خارجي طبعا نرى كتاب واحد او كتابين بعد كده تعمل تتابع بقية الكتب على النت مش تزم تشتريها زي ما احنا عارفين احنا كلنا ظروفنا الاقتصادية صعبة شوية لأيام دي فيعني ورده مش كلها معنا فلوس يعني كتاب الكيان 150 جنيه مش قفل الامتحان نسا منزلش كتاب مين جنيه مثلا لأضواء كن بمية تقريبا مش تدفع 400 او 500 جنيه على كتب عربي بس عشان كده بقول لك ايه هات كتاب واحد او كتابين لو انت تقدر طيب يعني اهم حاجة كتاب واحد لو تقدر هات كتابين ماشي وبقية الكتب برضو لازم تزاكرها طب اشتريها ولا ايه لما تشتريها اشتريها 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 على النت يعني مثلا احنا عقنا عندنا على اليوتيوب قناة محمد ماهر بنحل كتاب الامتحان كتاب الاضواء كتاب كيان كتاب الابداع نحل ربع كتب دول او ممكن مثلا تتابع معنا الكتب دي اصلا مغيمة تشتري تفتح الفيديو بس واجب النصوص المتحررة وتتفرج عليها في اي حاجة وانا برضو على جروب التليجرام بصور صفحات من الكتاب اللي احنا هنحلها يعني مثلا نهارده هنحل كتاب الانتحان البلاغة مثلا فبصور الحاجات اللي احلها ونزلها على الجروب فانت اصلا ممكن مشتيش الكتاب وتشوف بس الصور اللي نزلت النهارده كأنها واجب يعني وتحله فده بالنسبة لك كأنه واجب بتحله وده كمان يعتبر حل للكتاب نفسه مجانا فده حل مميز جدا حاول تعمل كتابة فبقيت ايه بقيت المواد برضو حاول تعمل كتاب بقيت ايه بقيت المواد عشان كده بالله عليك ما تجيبش ايه ما تجيبش كتب كتير شان هتكلفها كتير وبرضو هتحس انت بشرفت خلصهم وفي نفس الوقت ما تجيبش كتاب واحد بس وتفضل عليه طول السنة لواحده لازم تجيب كتاب واحد واتتابع بقيت الكتب تتابع ايه تابعها عندنا عقناة تابع قنوات تانية ايه كأن لازم تتابعها كتاب الامتحان الابداع كيان في كتب تاني انا مزاكرتها طبعا انا مش هفق اسمها كل الكتب لكن دول المشهورين يعني ودول اللي يحب نحل منه عشان كده ايه ما تخليش حد يقولك الكتاب ده احسن كتاب لا كل كتاب يتميز عن الكتاب التاني في نقطة ايه في نقطة معين نحن عقناة بتحل الامتحان والابداع وكيان وايه تاني والاضواق عشان دول افضل الكتب يعتبر يعني موجودة ده في كتب نظري ويعتبر ايه اعتبر افضل الكتب بس كده اصلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبكم في الله